بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين مرحبا كل مشاهدينا الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ومازلنا في تصحيح صورة النبأ وحنبدأ في قراءة الآيات اللي عليها الدور لتصحيحها ونقرأ كمان مع شبابنا الحلوين ازايكم الحمد لله يالنوبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا أنا عايزة الصوت حيختلف الآيات قبل كده كانت باب تكلم عن جهنم المرصادة وآيات كلها تهديد للمعاندين والمكذبين هنا الآيات حتتكلم عن أهل التقوى أهل الطاعة اللي بيدرقوا بطاعتهم عذاب جهنم عنهم لأنهم أطاعوا الله تعالى واتبعوا الرسل وتمعنوا وتدبروا في الآيات سواء آيات الوحي أو الآيات الكونية الحلق العظيم اللي قدامنا فربنا بقى بيبشر أهل التقوى وربنا يجعلنا منهم ويجعلنا من أهل الفوز قولوا اللهم أمين اللهم أمين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا وَكَأْسًا دِهَاقَا وَكَأْسًا دِهَاقَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابَا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا مين اللّه حيقرأ؟ يلا يلانا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا مُطَّا لَأ مُتَّا قِينَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازَا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا فين المد؟ حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا لا، ما فيش عندي تنوين عشان أعمل له إضغاف أنا عندي مد والقف هنا مفتوحة والو مفتوحة ما عنديش القف مش منوّنة حَدائِقَ وَأَعْنَابَا حَدائِقَ حَدائِقَ وَأَعْنَابَا حَدائِقَ معايا حَدائِقَ وَأَعْنَابَا أَحسنت وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا 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 وَكَأْسَا ذِهَاقَا لا يسمعون فيها لغوة ولا كدابة جزاء من ربك عطاء حسابة لا إزاي؟ هو أنت تشيل التنوين وتحط في التنوين؟ ليه يا لانا؟ عطاء أنا عندك عليها إيه؟ تنوين تنوين إيه؟ مفتوح ولا مضموم ولا مكسور؟ مفتوح؟ يبقى أنا عندي تنوين تمام؟ وراي حرفة من حروف الإضغام ولا الإظهار؟ بعد عطاء أيما أنا هعرف إذا كنت حنطق نون التنوين ولا هتغمها ولا هعمل إيه؟ ولا هخفيها؟ بعرف ده من الحرف اللي وراه؟ عطاء حسابة يعني أنت شايفة أنه يتعمل لها إضغام؟ سكت وكده سادة الصمت إظهار إظهار ليه؟ لأن جاي وراها حرف إيه؟ حرف من حرف الإضغار والحق مد حرف من حرف الإضغار حطلعك برا المجلس أنت بالذات تغلط الغلطة دي عيب عليك وراها حرف الحق حسابة ده حرف من حروف الإظهار الحروف الإظهار إيه؟ سيتي عم ناشط بعدي أيوة بقى أنت دلوقتي عندك التنوين المفتوح وراه؟ وراه الحق من حروف الحلقية من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جاي وراها حرف من الحروف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ده حروف كلها الحلقية بتظهر عطاء حسابة إنما لانا بتعملي إضغام وغنى لا إحنا لازم هنا نون التنوين تظهر في عطاء ويه؟ لأنه جاي وراها حرف من حروف الإظهار الحروف الحلقية اللي لازم تظهر فيها النون بتاعت التنوين أو النون بتاعت النون الساكنة عطاء حسابة عطاء حسابة يلا إلا أنا كملي عطاء تاني جزاء من ربك عطاء حسابة عطاء نفس المد حرف المد والهمزة جاي وراها في نفس الكلمة أربع حركات عطاء حسابة عطاء حسابة تمام يلا يا سادة إن للمتقين مفاذة أنا ما إزاي مش عقبان إن للمتقين مفاذة حدائق وأعنابا ما تقلقلش العين يا سادة وكواعب أترابا وكأسا الهمزة وكأسا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابة يلا يا زهراء إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جميل يلا يا شروع إن للمتقين مفاذة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الهمزة كويس أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا شوف أنا عشان مشيت كده وفوتك اللازم أخذك على طفل يلا يلا حبيبي يلا قال بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفاذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا الإراية حلوة أوي وتصويرك الصوت يعجبني جميل وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وتقولها إزاي؟ وكأسا دهاقا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جميل صدق الله العظيم وبلغ رسوله ونحن على ذلك اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عننا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم اللهم آمين يا رب العالمين